الله يمسيب الخير بقى يعني ربنا طب احنا انت كان عندكم محل في التوفيقية من اكبر محلات كانت موجودة في مصر وما زال لحد هذه اللحظة كان كل التجمع بتاع نجوم الكرة المصرية كنا بنجمع عندي غانم سلطان في التوفيقية وكانت الناس بتيجي عشان تسلم عنا وتتصور معنا في الحتة دي طب بتروح محل النقطة؟ لا بصراحة لا لكن هو ما على اساس بقى الواحد الزروف بتاعته تغيرت فاهم انت ازاي؟ هو حاليا انا بقيت اشتري الفاكة من الشارع مش من عندكم؟ لا مش من عندكم ولا بتجيلك؟ لا بتجيلي ممكن اه لكن احنا من الشارع ولا بيعطوا بمحال لا موجودين يا اخواتي موجودين اربنا ديوم السحة ربنا ديوم السحة والعافية فهو فعلا كان هو سوق طب ايه ده كان مشهور جدا قريبا في مصر اوه ده كان زي الشواربي والحاجات دي واحنا كنا غالبا يعني كلنا كزميل بقى زواجين من السوارات دي ومنتخب مصر بنقعد في الحتة دي ليه دي رايبة من المحلات الاكل وقريبة من السينمات مش عاوني كنان فاحنا كنا نيجي ايه نتواعد من السنتر بتاع البلد اه فكنا نتواعد انت بعد ما تتمرى هنقعد نقعد نروح عند الغانم هو اي كان نروح سينما الميتر ونروح سينما عصر النيل وكنا من هنا ايه؟ هو ده الفكرة بتاعت الماعد كنا نروح ومن بتتقابل وخش السينما واطلع انت عشى ساعات حواوشي اول ما طلع جديد عند الحواوشي وعند مصر الحواوشي عند مصر الحواوشي بعد كده فانم سلطان يونان تعالوا بقى اكلكوا فاكهة زي ما اقولوكم اللي هي كانت معطنة وبيزة وطلع عليها ده طبعا كلام يعتبر ايه ضد اللي لا انت طول عمرك راجل الكريم يا مهنوم طيب لما اقولك انت لما بقيت ليبرو في الحتة دي كمين مسلك الاعلى في المكان ده؟ هو المكان ده اسلا ما كانش موجود في مصر ده يعني كان موزيشن لسه طرق جديدة بتتعامل كان اول واحد بيلعب في الحتة دي كان حسن حمدي هنا في الآيلي كان بي كابتين شيربيني كمان بدأها في النادي الآيلي لا الشيربيني كان بيلعب في نص الملعب ورايح جاي كده فالكابتين احمام مصطفى مالعش كان سرد بكات احنا احنا اول الطرق الجديدة دي هي كان ايه في الايام بتاعتنا دي فكان حسن حمدي في الآيلي غريم سلطان في الزمالك وبعد كده ابراهيم يوسف بعدية اه رحمة الله علي فمن هنا كانت أماكن تعتبر جديدة انت شايف دلوقتي بتتعامل ولا ما فيش دلوقتي حد بيلعب دلوقتي؟ لا دلوقتي اي واحد ما عندوش فكرة يجي يطلع يقولك ايه كيكسبنا عشان غيرنا الطريقة بلا خمسة ثلاثة بواحد اي كلام برض؟ وهي ده انا بس ما ساعات معلقين بيعلاقوا على المباراة يقولك المدرب اول ما بي لسه ما كرة ما تسنترتش في نص الملعب يقولك المدرب بيلعب اتنين واحد ستة بش عارف ايه الطريقة بتتغير حسب اللعبة اللي موجودة وحسب مجريات اللعبة اللي عندك وتبدل يفضلوا بقى يفتوا يتكلموا حاجات بتبقى انت بتتفرج انت على بص واهم حاجة اللي اغلب الناس اللي هي بقى بتتكلم في الرياضة سواء محللين او سواء معلقين هم ممارسوهاش فمن هنا حتى لو انسيت اقولك كمان اللي هو التحكيم التحكيم المفروض من اهم مشروطه ان هو يبرج الممارس لللعبة خلينا اتكلم عن التحكيم عشان التحكيم ده هو انت شايف التحكيم ازاي في مصر لا التحكيم حيفضل طول عمره في مصر هو المؤسر السلب الوحيد في تقدم الكرة في مصر اه ليه اول حاجة الحكم غاليما ما ببقاش ممارس اللعبة دي اه مش هيحس باللعب في المن اه مش هيحس باللعبة اللي هي قدامه اللعبة نفسها لحسبها اه ودي مهمة ما بفهمهاش غير اللعبة دي حاجة يعني امرأ اتنين بتبقى كراراته فيها شيء من العصبية والنظرية يعني وقت تيجي ضد اي فرقة ده مليون المية ده هما اغلب الناس اللي بيخلصوا على الفرق اولا يعني مثلا اي نتائج اي فرقة حتلاقي العامل المؤسر فيه هو الحكم بيش عاوزها فيه فرقة بتتظلم وفرقة بتتجامل اه واعد كده الاختراع دلوقتي يقولك ايه اصل الحكم يعتبر من منظومة اللعبة اه من منظومة اللعبة اللي هي ممكن ايه يغلط فيعني نتقبله بس ما احد يغلط على طول لا حرام ويغلط على اندية معينة برضو حرام يعني انتشاف ان فيه مجاملة في التحكير اه لازم الحكم رقم واحد يبقى ممارس رقم اتنين ما فيش لعيبة غانم بتبطل وبتخش على التحكير ما هو السبب برضو ليه السبب ان العائد المادي بتاع الحكام قليل جدا وحتى ما بياخدهوش انا اعرف انا بكلمك دلوقتي بقى لهم سنة ما ابضوش هو لا دي بقولك ابضوا خلاص يبقى مش هشتغل فاكر اول بطولة خطامنا على نادز لمالك لا احنا خدنا في فترة السبعينة اول بطولة كان كاس اكتوبر سنة 73 بعد ما رجعت الكرة عملوا كاس كاس اسمه كاس اكتوبر نادز مالك هو اللي خد واول بطولة رسمية بقى اه هي ديك مبر لا اول بطولة رسمية في دوري عام كانت دوري لعام 76 ويسابعين 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 وكاس مصر تمانية وسبعين طيب انت بشورك في الزمالك مليان حكايات ومليان حاجات كتير وتبتكدني كده حكاية من الحكايات اللي انت ما تنسهاش وقصدت في مسيرتك في كورة الخدم بس قبل ما تتكلم هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر